من خلال إقال عملية سياسية الجارية الآن هل تتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي وإعلان الحكومة قبيلة نهاية مارس؟ هو طبعا عطفا على الخبر الذي قرأته الآن من المفترض أن يحدث ذلك لأنه إذا لم يحدث ستضيع على البلاد أيضا فرصة أخرى للتعافي الاقتصادي بموجب ما جرى في مؤتمر باريس طبعا خلفية هذا الخبر كله هي مؤتمر باريس معروف أنه مؤتمر باريس نعقد في مايو 2021 في العاصمة الفرنسية باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشارك فيه عدد من رؤساء الدول وأصدقاء السودان ومجموعة نادي باريس ومجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية طبعا بالجانب السوداني شارك بوفد عالي قادو رئيس الوزراء السابق حمدوك والبرهان رئيس مجلس السيادة بالإضافة إلى ممثلين للكطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال من الرجال والسيدات بالإضافة إلى بعض الرموز الثورة من الشباب والشابات طيب المؤتمر ده كان استهدف ثلاثة أهداف رئيسية التي هي أولا إلغاء الديون الخارجية الثاني جذب الاستثمارات الثالث إدماج السودان في المجتمع الدولي وما خرج به المؤتمر كانت مخرجات ممتازة جدا وجيدة جدا حصلت فيها على تعهدات بإلغاء الديون البالغة 50 مليار دولار كما جاء في هذا الخبر وتعهدات بمنح وقروض كبيرة جدا ده كله قطع عليه الطريق انقلاب 25 أكتوبر بعد ما بموجب هذا الانقلاب جمدت كل مخرجات وتعهدات مؤتمر باريس تم تجميدها رفضا لهذا الانقلاب ويعني علقت هذه الخدمات ولن تعاد إلا بالعودة بينها الانقلاب والعودة إلى المثار المدني الديموقراطي طيب مضى الانقلاب وقضى من الزمن عام وأكثر من عام وفي النهاية كان هو طلب طبعا بعد ما علقت البرهان طلب مهلة لأنه بعد التعليق كان سيصدر قرار نهايه بخصوص موضوع التعهدات التي تمت بخصوص إلغاء الديون وخلافه من استثمارات من منح من خلافه طلب منحه مهلة ثلاثة شهور كان يفترض أنه بنهاية ديسمبر الماضي أنه خلاص الفرصة المنحت للسودان تم استنفاذها ولم يعاد المسار المدني الديموقراطي ولهذا كل ما جرى حول إلغاء الديون والمنح وخلافه يعتبر لاغيا تماما فالبرهان تقدم بطلب لتمديد المهلة بثلاثة أشهر ثلاثة أشهر حتى تنتهي في مارس القادم ولهذا أعتقد أنه هذه المعطيات وهذه الحيسيات تفرض على القوى السياسية والقوى العسكرية أن يتم بأسرع و بأعجل ما تيسر أن يتم التوافق النهائي قبل مارس القادم حتى لا يتضرر البلاد مرة أخرى هذا هو المطلوب من الله مطلوب من الأطراف حتى لا تضيع الفرصة على البلد مطلوب منهم أن يقدموا لإنهاء الاتفاق النهائي نعم هذا ما تريد أن تقول نعم هذا ما أريد أقوله وهذا هو المتاح الآن وتحت اليد هذا هو الاتفاق الإطاري طيب قبل نهاية يناير ستنعقد ورشتها السلام وقضايا الشرق نعم ما هي توقعاتك لحسم هذين الملفين المعقدين وما هي أبرز الأطراف التي ستشارك باعتقالك طيب كويس دا ممكن نقراه بتحركات أخرى يعني حدثت خلال اليومين الماضيين بلقاءات تمت بين القيادات العسكرية ممثلة في البغهان وحميتي تمت لقاءات بالقيادات الكترة الديمقراطية اللي هم تحديدا من ناوي وجبريل يعني كان هناك التناقل حول ما جرى في هذا الاجتماع الذي يعني ضم من ناوي وجبريل بحميتي من جهة وبالبرهان من جهة أخرى الجبريل في حديث جماهيري في مدينة نيالة أتى على هذا الاجتماع وذكر بأنه يعني هما تم الاتفاق الاجتماع هذا انتهى إلى اتفاق مع العسكريين في إجراء تعديلات وتغييرات على الاتفاق الإطاري وإنتاج اتفاق جديد يكون أفضل من الاتفاق الإطاري في حين أنه هناك أيضا تسريبات أخرى ويعني نشرت في موقع إخباري الرصين وعالي المهنية وعالي المصداقية تتحدث وأكد هذه الاجتماعات لكن ذكر أنه يعني هدفه كان إغناء جبريل ومناوي بالانضمام إلى الإطاري على كل حال هناك أعتقد أنه هناك اجتماع سيعقد ربما أعتقد اليوم أو في أي وقت لاحق ستتضح الصورة بشكل أكبر يعني فأنا أعتقد أنه لا نملك طرف الزمن لأي مكون من المكونات التي يفترض أن تساهم في الاتفاق الإطاري وتساهم في النقاشات الجارية الآن حول بقية القضايا العالقة بما فيها ملف السلام وملف الشرق والعدالة وطبعا تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وانتهى المؤتمر وخالص إلى توصيات لكن حتى هذه التوصيات تحتاج إلى صياغة نهائية بعد التوافق عليها من قبل المكونات الموقعة على الاتفاق الإطاري فأعتقد أنه نحن لا نملك طرف الزمن ولا نملك طرف مثل هذه المشاكسات الأهم الوطن يعني لا بد أن نضع الوطن أمامنا ويعني البلد في حاجة ماثة جدا لكل التعهدات التي نتجت عن مؤتمر باريس من إعفاء للديون من منح كبير جدا وقروض وإدماج السودان في المنظومة الدولية وعودة السودان إلى المجتمع الدولي إذا لم يتم ذلك يعني أكيد الخسارة ستكون كبيرة وسنعود إلى المربع الأول ترجمة نانسي قنقر